اجتمع اليوم صناع القرار والمحترفون المختصون بالقطاع الرقمي ورواد الأعمال في المنطقة والعالم اجتمعوا في الدورة الخامسة من قمة عرب نت الرقمية في دبي هي من أبرز المؤتمرات ومن أكثرها تأثيرا فيما يخص بمجالات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال بمنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا زميلة آية التائب ذهبت إلى هناك وعادت بهذا التقرير مهرجان الإبداع الرقمي وملتقى لأهم الخبراء والمتخصصين في قطاع الانترنت والجوال للتفاعل والمساهمة في تقدم هذا القطاع الحيوي إنها قمة عرب نت الرقمية في دورتها الخامسة نحن كثيرا محمسين على الحضور والحشد الموجود معنا اليوم بالمؤتمر أكثر من 1400 مشارك موجودين معنا من كل أنحاء العالم العربي 120 محاضر مختص بمجال التقنية وطبعا مشرفنا أنه كانت معنا معالي الدكتورة عيشة مديرة عام لمكتب دبي الذكية حكيتنا عن رؤية دبي الذكية وعن تطورات اللي حتصير بالسنين الجاي مواضيع عديدة تم طرحها في هذه القمة منها التجارة الرقمية، الاقتصاد الذكي، وتكنولوجيا الإعلام والإعلان كما جمعت القمة أكثر من 80 متحدثا وخمسين عرضا طبعا نحن سعيدين أن نتشارك مع أرب نت للسنة الثالثة اليوم الحمد لله في كوننا الشريك الاستراتيجي لهذه المنصة المهمة لرواد الأعمال الحمد لله اليوم كذلك أطلقنا تقرير اقتصادي مهم في منطقتنا التي هي الفائدة الاقتصادية من فتح ومشاركة البيانات الحكومية وبيانات القطاع الخاص اليوم يمكن البيانات هي العملة الاقتصادية المهمة لأي اقتصاد ناجح لذلك حرصنا في دبي الذكية أن البيانات عبارة عن مبادرة مهمة في قلب أجندتنا كمدينة دبي الذكية الإعلان من خلال الإنترنت والتسويق الإلكتروني ووسائل التطور في هذا المجال كانت أيضا من أبرز المواضيع التي تم طرحها في هذه القمة كما تطرقت إلى أحدث التحولات الرقمية ضمن القطاع المصرفي والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية المغيرة لقطاع الخدمات المالية الحلو في النطاق هذا أنه كل يوم كل يومين نشوف شركة جديدة قاعدة تطلع في السوق فإذا ما كنا نقدر نلتقي بشكل مستمر فرح نكون outdated رح نكون ما نعرف إيش اللي يصير في السوق السوق هي تغير بسرعة جدا فهذه مهمة حضورنا لأماكن زي هذه بالنسبة للشركات الصغيرة الناشئة اللي هي start-ups صعب جدا أنها تلاقي هالكمية هذه من الكفاءات سواء كانوا مستثمرين سواء كانوا رجال قانون سواء كانوا منترز صعب تلاقيها فيما كان مكان ثاني غير تجمعات هذه كلما حققت الإنسانية خطوة جديدة في العالم الريقمي قفزت خطوات في اتجاه المستقبل العمل والتجارة السفر والخدمات كلها أمست في متناول ضغطة زر لتجعل من الغد واقعا معاشا اليوم آية تائب لأخبار الآن من داخل قمة عرب نتر يقمية